من ضمن اسئلة اه لو سمحت انا انا طالب مدارس حكومية مش لغات هل يقدر يدرس تجارة انجليش ولا تبقى صعب عليه الفايصل هنا هو مستوى في اللغة الانجليزية سواء مدارس حكومية او مدارس لغات بالعكس بيشوف في ناس مدارس لغات ومش عارفين يكلموا لغة انجليزية او يفهموا والناس عفكرة مدارس حكومية بس يدخلوا تجريبي او لغاتهم الانجليزية كويسة سواء من اي حاجة من بيتابعوا برامج او اي مكان بيعرفوا يكملوا وبيمشوا في الانجليزي وبيعرفوا يقروا وبيستوعبوا فده مش 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 شرط النقطة التانية ان فيه على فكرة كتير في تجارة انجليش الموضوع ماشي ملازم وماشي حاجاتي عن الدنيا فيها مش معقدة لهذا الشأن لكن نرجع على اللغة الانجليزية فيه السنوي نرجع على هل يطرى بيفهم الكلام باللغة الانجليزية قدامك تعمل على كتب تجارة انجليش وبوص فيها هل هيطرى تفهم ولا لا ولكن دايما بقول لي ناس لان فيه كتير جدا بيصاب بالصدمة لانه درسته طول عمره بالعربي ولما يجي درس لغة انجليزية بيصاب اول ترمة او اول سنة بالصدمة لكن بعدها ممكن يتعود فعلى حسب لو مستوى اي او في اللغة الانجليزية هيعاني فنصيحة يحول العربي لو مستوى وسط في اعلى لا بيعرف يليس الدنيا والدنيا بتمشي بقى ملازم او بيعرف يجمع مع زميله والدنيا بتمشي ودي فرصة انك تتعود على انك تفهم وتقرأ كتب بيه اللغة الانجليزية وربنا وفاقك وكتب لك كل خير بازن الله